استقبل حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا في قصر الصافرية الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين لمشاركة في حوار المنامة وقد رحب جلالة الملك المفدى بقائد القيادة المركزية الأمريكية معربا عن اهتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وطيضة في كافة المجالات خاصة في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وأكد جلالته الحرص المشترك على تطوير العلاقات علاقات الصداقة والتعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين ونوه العهل المفدى بالدور الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين اشتركوا في القناة